جرع بكده جدس ابونا بن يمين وجدس ابونا بن يمين يعني خدم دهنا الضراء وكان يسمع عن طبائل الزبرات الروحية بتاعت ابونا أستخلاص فكان دائما يجيبه فتر من الآن لآخر انه هو زي يعني جسد زي كده وابتاع شخصية كانت باتة انه هو يعني كان يانه معجزات وكان محبوب من الناس والناس كلها جيب سيرته ان كانوا مسيحيين او ان كانوا مسلمين فكان دائما يكلمني يقول لي انا تجيني افكار فاني انا اجيب جسد ابونا بنستخلاص لانه خسارة جسد زي كده يكون يعني بتاع خديس حلو سيرته حلوة وجميلة انه هو يكون يعني هناك في المدافع اللي عامة والناس من محبتهم بيعملوا مزار مزار زي اوبا كده وهو مدخم في النص وكانت الناس يزوروا على طول وكداد من دي تقدمات لانه كان بيعملوا مهما وجزات كتيرة خالص وناس كانت تحتوى لا شامع عنه في مزار بتاعه وناس كانت تجاه ديون كامل في مزار ابونا ستفانوس وديون كانوا هناك في احضار ابونا ستفانوس من محبتهم به وفي شغر 11 في مرجرج يسارزيجي نوسم مرجرج يسارزيجي كان الناس بيجوا من السودان من وادي مدني يزوروا مرجرج يسارزيجي وهم وراجعين يمرووا يرحب بلاك ابونا ستفانوس وانه برضو كان يعتبر عايش معهم هناك الناس المسلمين اللي هناك اللي في الحجر الصحي بتاع الجمال اللي في كارانتينة جنب المباكن جالوا شوية ظاهرة خطيرة جدا كان غير من يقولوا احنا بنشوف الشيخ بتاعكم بشمعة بيقولوا حوالين الغرف بتاعه الشيخ بتاعكم اللي هو ابو الاسطفانوس ومالتان يقولوا فيه ظاهرة بخور بتبل مكان كل برشة ومهي بتطلع بره الجبانة وهم يشموه واخر مرة قالوا ان احنا بنسمى الليلة دي ما نمناش من حلقات الزكر اللي كانت موذيبة في الجبانة بقى الترتيج والتسبيح والحاجات للذكر فيه ناس شافوه طبعا بالليل فيه نور اضاءة في الجبانة هنا وبعد كده كان فيه ناس بتعدي بشمو ريحة بخور طبعا بيقولوا فيه حد عندكم هنا انتموا قاعد يعني عايش او حاجزة كده طبعا نحنا عارفين عن نفس الان طبعا نروح كويسا نفسه كويسا المتناجح عجالي طبعا يعني اذا كان المزل المتمتع بالزواهر دي واحنا جاعدين هنا والاولى انه كنيسه وشعبه هم يتمتع به والفكرة دي روابتنا كثير خالص وبعدين لما الفكرة اللحظ علينا خلنا رأي امون ابراهيم انا كنت استبعد الموضوع دا ويعني حس انه هو موضوع كبير وصعب وشعب لكن هو كان بيك سنة ويفتكر الموضوع دا يكيد سنتين يفتكر الموضوع دا وفي الاخر يجب ان يشوف الموضوع دا وربنا كده يعني يشوف هو يقول انا خلاص انا هكلم سيدنا لو وافق سيدنا عن الموضوع دا سيدنا الان بهدرة انا هكلم موضوع دا يعني اشارة من السنة ونبدأ في موضوع دا وليكن ما يكن دم بعد فترة وقالوا لا وليق ان هو وفدل في هذا المكان العام واحنا عاوزون ننقبع للكميسة وكان فكر صالح من الله ومشينا في الاجراءات الرسمية فعلا احنا باتدين الاول نسأل بتوع الصحة ايه الخطوات الرسمية وايه مطلوب من اوراق عشان نوم الاجراءات دية بخروج جاسد ابونا ستفنان سمين المدافر بالكنيسة فابتدنا بشهادة الوفا طلعناها في يومين وبعدين شهادة ادارية معاينة الصحة طلب لوكيل النيابة كل الامور دي اخدت في حدود اسبوع عشر تيام بيجي معنا وكيل النيابة هي دا اللي اخدت مدة معنا ووكيل النيابة اخدنا معاة يوم الخميس في يوم الخميس تلاتة وعشرين اتنين تمانية وتسانين على اساس ان احنا نروح ناخد التأشيرة من وكيل النيابة كان معايا ابونا بطرس اللي نمح نفسه وابونا بطرس كانوا بي علاقة كونسة خالص بالوكيل النيابة فاخدنا معاة لغاية الساعة تمانية مساء يوم الخميس الساعة تمانية مساء جات مشكلة اسرية تأجلك للساعة عشرة فنروحناش لوكيل النيابة أجلناها اليوم السابت فنروحن السابت الساعة 11 الصبح رحنا للمحكمة عشان ناخد تأشيرة وكيل النيابة جعدنا للساعة واحدة في المحكمة ما اخدناش تأشيرة انه ما جابناش وكيل النيابة الساعة واحدة بالضبط جات تأشيرة من اسرام انه المحام العام جاي لزيارة مفاجئة للمحكمة فطبعا بيجي في حالة توارئ احنا بنتقدر ندخل الوكيل النيابة لحاجة لانه ما نتباش احنا ندخل والناس بيستعدوا للزيارة المفاجئة دي فانا ابو ابو بطرس اللي نيح نفسه خلاص بقدنا الامر والتلعين من المحكمة وبانا ابو ابو بطرس لكل نفس مش عايزة تلعبك فدخل المحام العام العربية شفق ابو ابو بطرس له علاقة به فسلم عليه وقال له الحكاية ايش ارحل الوابة فجالت بتعالوا معايا المكتبة لانا معاها هناك جدام كل وكلاء النهابة جاعدين فجاعد كده المحام العام وجرى الطلب اللي احنا كدينه ومضى على الطلب بسرعة بالموافقة وختم بايده بختم النسر وجال كلمة عجيبة جدا جال الراجل بتاعكم ده ليه كرامات الراجل بتاعكم ده ليه كرامات بنقول له تابلوه باش يقول يعني اطلعني من الاسمام مخصوص عشان منديل ورده معناها الا القرار اللي اخد المحام العام انو يجي كوموب وزيارة مفادئة كان قيار مفاجئ ما كانش في الحزبان والدبيعة كده الكلام اللي ودابه يعني جال الراجل بتاعكم ازوبني من اسمام عشان منديل ورده ده لازم يستاهل فاحنا خدنا الكلام ومشيناه وخدنا الموافضة نشكر ربنا وبلغنا ساوجنا ان احنا خلاص خدنا الموافضة وكده بس كل ده كان مفروض تحت يعني اشراف الصحة والامن يعني استخراج الجسد تحت اشراف الصحة والامن وقال تاني وقال تاني فصة انتفال الجسد من المدافع الأهمة الى المظار بتاعه الحالي الموجود في النحية البحرية لهيك الواقع اسم لاي كان خيئا